السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان والإسلام أهلنا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد خواطر تحدي الخير في رمضان قبل صلاة التراويح بعد صلاة التراويح لا هو قبل صلاة التراويح النهاردة ده ليه يعني؟ إيه السبب في كده؟ هو في موضوع لازم نفهمه كويس النهاردة كده أنا قررت أن نخليها قبل صلاة التراويح وأخر صلاة التراويح برحتي يعني ما نبقاش مضغوب بين العشاء وبين الساعة 11 السبب في كده إيه؟ أنا عايز أسألكم سؤال هو ليه ربنا قال عن أهل الجنة إن الذين أمنوا عنه الصالحات كانت لهم جنات الفردو سنوزلاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولان هو في حد يتذكر نعيم الجنة وما فيها من الطيبات والملذات ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين ويبغون عنها حولة تحولة ده هو بمجرد ما ربنا يقول لنا عن أهل الجنة خالدين فيها ده نعيم مقيم مش محتاج أننا أتحول عنه وأنصرف عنه لكن الله عز وجل يبين لنا أن كل نعيم مهما كان فإنه يؤلف ويمله صاحبه أو الله إلا نعيم الجنة فهو نعيم متجدد دائما لا يمل لذلك أكد فقال لا يبغون عنها حولان أنت ممكن تمل من أي حاجة ولذلك قد يتسلل الملل إلى قلبك فتحدي الليلة أقتل مللك بيدك بيدك أقتل مللك لذلك نعيم أهل الجنة لا يبغون عنها حولة يعني أنت لو في أي نعيم في الدنيا في أي حالة من الرفاهية فأي حالة من الهدوء أو الاستقرار هتمل وهكذا هي الدنيا سبحان الله بعض أهل العلم يقولوا لأن الدنيا ليست وطن المؤمنين الحقيقي احنا أصلا أنزلنا من الجنة بنزول أبينا آدم عليه السلام وجئنا إلى الدنيا فترة قصيرة هي فترة الاختبار والانتحان ثم نعود إلى موطننا الأصلي مرة أخرى وهي الجنة التي لن يكون فيها ملل ولا انقطاع لكنك لم تألف شيئا في الدنيا أبدا إلا ومللته أنا مليت في رمضان النهاردة كده 15 أو 16 رمضان بدأت أحس بملل جوانيا صح؟ في فطور في الطاعة نشاطي لصلاة التراويح مثل كل مرة همتي إن أنا ألحأ أخلص كم ختمة أول مل واحد خلص أول ختمة خلاص الدنيا رياحت شوية وبدأت تحس امسك الملل خلاص امسك ربنا تبارك وتعالى يعلم ذلك فينا وأخبرنا ذلك لذلك نوى علىنا ربنا تبارك وتعالى كل الهيئات والأحوال في كل شيء أنت ربنا بيقول لنا في الجماد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود خل الجبال حمر وبيض وسود مختلفا ألوانها حتى العسل اللي ربنا ادهلنا من النحن اللي هو محبوب لنا قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ما قالش لول واحد وإلا كان الناس ملتوا ألف الزروع والثمار صنوان وغير صنوان متشابها وغير متشابه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الجبال وفي الحيوان حتى في العبادات ربنا قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أرى يعني مختلفين ليسوا زي بعض لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لأن عبادات النهار ليست عبادات الليل حتى لما ربنا أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى وده أفضل طعام معروف في زمانهم على الإطلاق قالوا لهم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ورصالها كل شيء هتتنعم به في الدنيا هتألفه حتى لو كانت الطاعات صدق حتى لو كانت الطاعات لذلك ربنا تبارك وتعالى بالرغم من أن الذكر ذكر الله عز وجل لربنا قال عنه الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الذكر اللي بيسبب لك طمأنينة ربنا قال لك غير ما تخليش حالة واحدة للذكر فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لو بقيت قياما بس هتمل الذكر بالرغم من أن الذكر من الأعمال التي يبقيها الله عز وجل لأهل الجنة لأن فيها نعيم لهم هو في الجنة فيه تكليف ليس علينا تكليف ما فيش بقى لا صلاة ولا صوم ولا زكا ولا حج ولا الكلام ده انت في الجنة بس داخل عشان تتنعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أهل الجنة قال رشحهم المسك ومجامرهم الألوة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس انت بتتنفس الوقت بتكلف منك ولا النفس كده ألهمته بحركة لا إراضية قال أهل الجنة هيلهمون التسبيح والتحميد في الجنة كما ألهمنا النفس في الدنيا فالإمام القايم بيقول ليس على سبيل التكليف لأنه ليس في الجنة تكليف ولأن ذكر الله عز وجل كان يسبب سكينة القلب وانشرح الصدر فأبقي لهم في الجنة كأحدى أنواع وألوان النعيم في الجنة ذكر الله عز وجل حتى الذكر اللي بيسبب طمأنينة القلب ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومش طول الوقت يذكرون مرة يذكرون ومرة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض من أشهر الخلفاء المعروف عنهم نهم القراءة وحب القراءة كان الخليفة المأمون كان شره جدا في القراءة الخليفة المأمون فمرة كده تسلل إليه المنل فبقى ياخد كتابه ويمشي في الحديقة بتاعه ويقرأ ومرة ياخد كتابه وينام يذهب إلى الصحراء ويخليه مكان الثراء الثراء اللي هو الرمل اللي بياخد هيئة الجسم كده فبيحبه ينام في الصحراء لأنه نوم مريحة شويا نوم على الثراء أو الرمل فلما سؤل في ذلك قال تسلل إلي الملل وأنا أحب القراءة شغوف بالقراءة جدا وتشرح صدري وتريحه وعد تدور إيه سبب الملل اللي بيجيلي فقرأت قول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فقلت إذا كان الملل يتسلل إذا أبقيت ذكر الله على حالة واحدة إلا أن تغير في أحوالك هيئاتك فلذلك غيرت من هيئات القراءة شوفت الرجل زكاؤه القراءة برضو بتوسع المفاهم ومدرج الذهن والعقل الملل هو إيه يا أخوانا؟ الملل بيعرف علماء النفس حالة من عدم التفاعل أو اللامبالاة لما يدور حولك ولما أنت فيه مرة واحدة كده يجيلك حالة من فقد الاهتمام وعدم التفاعل عادي يعني مش حاسس بأي شيء مثير الملل ده كويس ولا مش كويس؟ إحنا محتاجين للملل تصدق إحنا محتاجين للملل جدا وهقولك ده بعدين بس خلينا وضح لك الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حالته مع الملل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا يقول ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسلا فليقعد أنت عمرك صليت التراويحه أنت قاعد فقول لي يا ساتر هو أنا يعني تشليت عشان أصلي وأنا قاعد لا لا إحنا لسه بصحة أبدا ده أنا أترك الصلاة وما صليش وأنا قاعد مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا هديه صلى الله عليه وسلم إنه دايما لا يترك العمل إنما يتدرك فيه ويتغير فيه ويتحول فيه من الحالة العليا إلى الحالة الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في نفسه نشاطا أخذ نفسه وأطال القيام وأطال القنود حتى أعجز من حوله وإذا وجد في نفسه خفة أو ضعف أو ملل لم يترك العمل إنما صلى وهو الطاعة تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي من غير ما يكون عنده مرض أو من غير ما يكون فيه سفر يصلي وهو في بيته وصحيح ومقيم وهو قاعد جربت أنت دا؟ لا أنا مقدرش أعمل كده ليه؟ عشان أنا أورع من النبي عليه الصلاة والسلام دا من تلبيس الشيطان لا حضرتك والله إذا حسيت بكسل أو نفور أو ملل من صلاة التراويح اوعى تترك العمل أهم حالي اوعى تترك العمل إنك تصلي وإنت قاعد أفضل من إنك ما تصليش أصلا ما تلزمش نفسك لو حسيت أن أنا عايز ألحق الختمة في القيام عايز ألحق الختمة في القيام مش مشكلة صلي النهاردة بقصر السر المهم ما تتركش العمل فالملل يتسلل لنا دا من طبيعتنا النفسية لكن الانقطاع لن يعيدك إلى العمل إلا بصعوبة بالغة النبي عليه الصلاة والسلام يحب دايما أن ينام على وضوء وده معروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسل عن أن يتوضأ قبل أن ينام ضرب الحائط بيديه فتيمم ونام تخيل تخيل ما يتركش التطهر بربه صلى الله عليه وسلم ما يسيبوش ما يسيبش العمل الصالح اللي عمله إنما لو هيجيب أقل حاجة منه لذلك الأيام ما بيقولولنا إيه قيام الليل هي صلاة الليل المحصورة بين العشاء وبين الفجر فأكثرها 24 ركعة أو 23 ركعة ومعظمها 11 ركعة أو 13 ركعة وأقلها ركعة أحدة اسمها ركعة الوطر المهم ما تسيبش العمل سيدنا أنس رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم أياما شهورا حتى نقول لا يفطر أبدا يقول ده ما بيفطرش خالص ده صين طول السنة ويسرد الفطر أياما حتى نقول لا يصوب أبدا هو ده القصر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها يوما فوجد عندها امرأة فلما انصرفت المرأة قال من هذه يشبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هي فلانة وظلت تذكر من صلاتها وطول قيامها كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماه ماه وهي كلمة اسم فعل بمعنى كفاة كفاية كفاية عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ربنا بيمل سبحان الله بيقول كده لا يمل الله حتى تملوا يعني لا يقطع الله بركته عنكم ويمنع بركته وخيره النازل حتى تنقطعوا أنتم لذلك النبي عليه الصلاة كان لا يقطع العمل الصالح أبدا إنما يزيد فيه وينقص منه لكن لا يتركه بالكلية قال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وإن أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه يعني أنا لو صليت قيام الليل كل يوم 11 ركعة وجيت في مرتين 3-4 في الشهر صليت ركعة رحدا وطر أنت كده لم تترك قيام الليل إنما لو أنت بتقول لا أصلا ما شوفش نفسي إلا في العلو دايما أنا يا إما 11 يا بلاش يا صلي بجزء يا مفيش يا إما صلي وانا واقف كده وشدت حيلي وما صليش وانا قاعد أبدا لا ما ينفعنيش الكلام دا دا مش أنت دا مش صح دا لا يتناسب مع فطرتك وطبيعتك سيد العابدين وسيد المتقين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك هديه وهو الذي قال لنا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا أتقاكم لله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود مرة مرض راح يزور مجموعة من الصحابة لأوه وهو في مرضي وفرش يبكي قالوا لي يا ابن مسعود يعني كفاية أنت عمل تبكي أنت عائل صغير يعني إيه الموضوع يعني أنت أجل في أعيني من أن تبكي للمرض قال الله إني لا أبكي للمرض فإني أعلم أنه كفارة وإني لأرجو من الله أن يكون ذلك لكني أبكي أنه جاءني وأنا على فترة من عملي كنت في الفترة اللي أنا مكسل فيها شوية ويدوم بأخذ الحد الأدنى من الأعمال الصالحة اللي أنا كنت بأعملها وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب لهم من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما وإني كنت أود أن يأتيني مرضي في فترة نشاطي حتى يكتب لي من العمل مثل ما كنت أعمل شايف الموضوع بيفكره إزاي؟ يعني عايز يقولك أن حتى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أن ده الأمر الطبيعي جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة شرة يعني قوة ونشاط واكتهاد ولكل شرة فترة فترة يعني كسل وخمول وملل وانقطاع فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل يا سلام يعني بيقولك أنت لما يجي لك الملل والفطور والكسل شوية خليك في حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفضل على الهداية فكان النبي عليه وسلم بيصلي في نشاطه ووائف ويطل القنوط ولما يفطر يصلي هو قاعد المهم ما يتركش العمل وهكذا مش عايز أكرر كلامي تاني هو ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لنا النفس لها إقبال وإدبار فإذا أقبلت بقت نشيطة فاكرين أول أسبوع في رمضان فاكرينه ده الطبيعي طبعا لأننا في نص رمضان الكل بيريح شوية كده لكن فاكر أول يومين ثلاثة في رمضان الله ورمضان وشهر الطاعة وصيام قيام القرآن يلا نكتهد فاكرين الحالة ده ده اسمه إيه؟ شرة يعني قوة ونشاط لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فسيدنا عمر بيقول أن نفسه لها إقبال وإدبار فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل كتروا من النوافل والأعمال الصالحة وإذا أدبرت فألزموها الفرائض حافظ على الفرائض والواجبات العليمة لذلك هدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتماشى مع نفسي لكده أول ما يلاقي فيها قوة يزود بها من الأعمال الصالحة فيطيل القيام فاكرين لما صلى بعبد الله بن مسعود فركع واحدة قرأ بالبقرة والنساء وقال عمران ده في وقت النشاط صلى الله عليه وسلم لكن في وقت الملل لا ينقطع لا يترك إنما يأتي بالحد الأدنى فسيدنا عمر بيقولك هي دي الزتونة هو ده الموضوع هو ده الكريزة اللي على وش الترطة أن أنت لما تكون عندك نشاط خد بقى زود زود لا عندك نشاط في قراءة القرآن ما تقولش السنة هقرأ جزئين في اليوم وهكتفي لا عندك نشاط خليها ثلاثة خليها أربعة لأنها هيجي لك حالة من حالات الخمول والكسل والملل فدي تشيل دي كده يبقى يحصل إيه؟ توازن في الموضوع طب السؤال الملل أصلا مفيد ولا الملل ضار الملل مفيد جدا بجد والله والله الملل مهم جدا لنا في دراسة طبعا أظن الوقت زاد علينا دلوقتي لكن أنا هقولك بسرعة وإن شاء الله يبقى لنا كمالة الحلقة دي بكرة إن شاء الله لكن في دراسة بتقول أني هشرح لكم بكرة إن شاء الله بالتفصيل عشان خلاص كده عبدنا الوقت لكن في دراسة بتقول لنا إن الملل مهم جدا للحالة المزاجية ولتفجير طاقات الإبداع اللي عندك وفي تداربت عملت كده اكتشفوا إن الناس اللي بيتسلل إليهم الملل بسرعة جدا دول الناس اللي عندهم خيال كبير وقدر على التخيل ولا يكفيهم الإبداع النسبي دول الناس اللي غيروا في الأرض لذلك هيفضل كده يعتريهم الملل لحد ما يجوا مرة يقعوا على عمل يطلع كل طاقتهم وكل رغبتهم الجامحة فيعملوا لنا بصمة كبيرة جدا في الحياة تفاصيل ده إن شاء الله نتكلم عنه بكرة بإذن الله تعالى مش عربة قبل التراويح ولا بعد التراويح على حسب النشاط إن شاء الله والما للناس الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه شوف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنعش قلبي لذكرك يا سلامي أنعش قلبي لذكرك ساعات القلب كده بيهتم شوية ويفقد التفاعل ويبقى عنده لا مبلاء ولا يهتم بما يدور حوله أو في نفسك عادي ما تخافش بس ادعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ما ثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك اللهم أنعش قلبي لذكرك يا أخي كلام النبي على السلام عجيب جدا لأنه لما هقولك الدراسة بكرة إيه العلاقة بين الملل والحالة المزاجية وبين كلام النبي عليه وسلم أنعش قلبي لذكرك هنتعرف عليه غدا إن شاء الله وتعالى نترككم في رعاية الله وأمنه اقتل مللك بيدك لا تترك العمل الصالح امزل إلى الحد الأدنى ريح نفسك التنوع في العبادات مطلوب شدة النفس دي على طول مش مطلوبة طبيعي إن دا يعتريك دا مش نقص الإيمان ولا ضعفة الإيمان دا حالة من حالة استراحة المحارب والحمد لله إنها بتجيلك قبل العشر الأواخر علشان انتهى تثب وثبت الأسد في العشر الأواخر إن شاء الله تعالى فأنت الآن في مرحلة أنات القط أنات القط ثم تثب وثبت الأسد في العشر الأواخر إن شاء الله تعالى نفس الله نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة